السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة الدراسة والمعرفة درس اليوم المفيد في الرياضيات المستوى الرابع ابتدائي الجزء الثالث من التقويم الشخصي صفحة تسعود تمرين السابع عشر اكملوا بما يناسب اذا ها التمرين المطلوب مننا تفكيك الاعداد كناش نفس سنة الماضية كيفاش تنفككوا الاعداد الالاف زائد المئات زائد العشرة زائد الوحدات اذا العدد الاول سبعة الاف وثمانمائة وواحد وتسعين تساوي اذا لاحظوا معايا الوحدات هي الواحد والعشرات تسعة والمئات تمانية والالاف سبعة اذا رباش نفككوا هاد العدد هما بدولنا هنا يا سبعة الاف اذا هنا في الالاف عدنا سبعة هي سبعة الاف زائد المئات تمانية هي تمانمائة العشرة تسعة هي تسعون ثم الوحدات واحد واحد لاحظوا معايا هنا عدنا العدد مفكك والمطلب مننا احنا نكتبوه العدد ككل اذا خمسة الاف زائد اربعمائة زائد سبعون زائد تسعة اذا باش نكتبوه عدنا هنا في الالاف خمسة خمسة الاف اذا رقم دي الالاف هو خمسة المئات اربعمائة اذا رقم المئات هو اربعة رقم العشرات سبعة ووحدات تسعة إذا العدد ككل هو 5479 سمرين 18 أرتب الأعداد التالية من الأصغر إلى الأقبار 8973 8797 8795 8957 3987 8975 إذن بشرتب هذا الأعداد أولاً سنرى الآلاف هي الأولى هنا لدينا 8 8 3 8 8 8 8 إذا المطلوب هنا نرتبهم الأصغر الأكبر إذن أصغر عدد هذو كلهم فيهم في الآلاف 8 إلا هذا فيه 3 إذن أصغر عدد هنا هو هذا اللي فيه 3 9 9 9 8 9 9 9 7 أكبر من 7 نضع هذا اللي فيهم 9% ونرى هذو اللي فيهم 7% هذا فيه 7% وهذا فيه 7% إذن نرى العشرات هذا فيه 9 وهذا فيه 9 بحال بحال إذن نرى 2 الوحادة هذا 5 في الوحادة وهذا 7 في الوحادة إذن 5 أصغر من 7 إذن هذا العدد هو الصغير 8,795 8,799 دائماً رمز أصغر من المراعد نكتب هذا 8,797 نقوم بحال 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 في الوحادة 8,997 أصغر من 5 أصغر من 5 إذن 3,987 أصغر من 8,795 أصغر من 8,798 أصغر من 8,957 أصغر من 8,975 أصغر من 8,975 تمرين 19 أحسبوا ما يلي إذن هذا تمرين خاص بالقسمة إذن كناش في نفس السنة الماضية كيف نخدم القسمة تقليدية 10 مقصومة على 2 إذن هنا لدينا رقم واحد نأخذ هنا رقم واحد واحد تحلف من الاثنان لا يمكن حتى واحد صغر من الجوج إذن نزيد الرقم الإحداث إذن 10 تحلف من الاثنان فيها 5 بعد القسمة ما يمكن لكم شخدموا هاي لما كنتوش حافظينش دول الطرق 5 في 2 عشرة نكتبه هنا تحت هذا العشرة الوحدات تحت الوحدات والعشرة تحت العشرة ندير عملية الطرق 0 ناقص 0 0 1 ناقص 1 0 إذن الخارج دي العملية هو 5 إذن 10 مقصومة على 2 تساوي 5 العملية الثانية 40 مقصومة على 5 40 نقصمها على 5 إذن دائماً لدينا رقم واحد سنأخذ رقم واحد 14 حالفهم الخمسة لا يمكن حتى 4 صغر من الخمسة نزيد الرقم الإحداث إذن 40 حالفهم الخمسة فيها 8 8 في 5 40 دائماً الوحدات تحت الوحدات العشرة تحت العشرة سأقرر دائماً إذن 0 ناقص 0 0 4 ناقص 4 0 إذن الخارج دي العملية هو 8 هذا الخارج وهذا الباقي هو 0 إذن هذا كنقوله المقصوم هذا المقصوم علي هذا الخارج وهذا الباقي هاتشيش في نفس السنة الماضية من طبيعة الحال إذن الخارج هو 8 4 مقصوم على 5 تساوي 8 9 9 20 أكتبوا العدد الكسرية الذي يمثله الجزء الملون من كل شكلين إذن كناش في نفس السنة الماضية الأعدد الكسرية العدد اللي كيكون فوق هو البسط و العدد اللي كيكون تحت الخط هو المقام تلاحظوا معي هاتشكل في خمسة دي المستقيلات 1 جوج 3 4 5 جوج ملونين و 3 مملونين إذن باش نطلب العدد الكسرية عندها الخطة دي العدد الكسرية هو الأول هذا المجموع هو المقام 1 جوج 3 4 5 إذن المقام فيه 5 وهذا الجزء الملون هو البسط 1 جوج إذن جوج ملونين هو البسط إذن العدد الكسرية اللي كيمثله هو 2 على 5 5 دزل الشكل الثاني إذن الشكل الثاني هو دائرة فيها متلاتات إذا لاحظوا معي فيها ثلاثة دي المتلاتات اللي ملونين وهدو اللي بقوا خمسة مملونين إذن ماش نطلب عدد كسري هذا المجموع دي المتلاتات هو المقام 1 جوج 3 4 5 6 7 8 إذن المتلاتات كاكل 8 يلا نكتبها في المقام والبسط هما هدو المتلاتات اللي ملونين 1 جوج 3 هي 3 إذن العدد الكسري اللي كيمثله هذا الشكل هو 3 على 8 والعدد الكسري اللي كيمثله هذا الشكل هو 2 على 5 وقارنوا بوضع الرمزي المناسبة إذن هنا عددين كثريين نقارنوا بوضع الرمز المناسب أصغر أو لا أكبر أو تساوي 3 على 8 و 5 على 8 اللحظوا معي هذا كيتسمى مقام وحد عندهم نفس المقام 3 على 8 5 على 8 إذن هذا المقام بحال بحال كيتسمى مقام وحد من غير نقارنوا بوضع بوضع الرمز أصغر من 5 ندير الرمز أصغر 3 على 8 أصغر من 5 على 8 11 على 12 و 7 على 12 إحتهما مقام ديالهم موحد نفس المقام 12 و 12 إذن نقام بين 11 و 7 11 أكبر من 7 إذن ندير الرمز أكبر 11 على 12 أكبر من 7 على 12 أحسبوا ما يالي إذن نجد الجمع ديال هذه العددين الكثريين لاحظوا معي هنا لدينا مقام موحد عندهم نفس المقام إذن ندير 3 زائد 7 و 12 زائد 12 لا أولا نكتب المقام المقام 12 نكتب 12 هي الأولى لا نقيسها و هي هي و عاد ندير عمليات الجمع بالبسطين 3 زائد 7 تساوي 10 3 على 12 زائد 7 على 12 تساوي 10 على 12 في عملية الجمع و عملية الطرح من سيكون العددين الكثريين اللي هم نفس المقام كنجمعوا أو لقنطرحوا البسطين فقط والمقام تبقى هو هو 7 على 10 ناقص 3 على 10 إذن هنا مطلوب مننا الطرح هذه العددين الكثريين إذا لاحظوا معي هنا كذلك كذلك هما نفس المقام مقام هما موحد إذا نكتب عشرة هي الأولى باش ما نخطأش نخليها كما هي و من البعد غندير 7 ناقص 3 إذا ندير الطرح ديال البسطين 7 ناقص 3 تساوي 4 إذا الخارج ديال 7 على 10 ناقص 3 على 10 تساوي 4 على 10 83 كان لياسين 32 قلما وأربعة علاب لحفظ الأقلام وضع نفس عدد الأقلام في كل علبة إذا ياسين عنده 32 قلما وعنده 4 ديال العلاب ديال الكارتونس دار فيهم هذ الأقلام إذا هذ الأقلام فرقهم على ده كل علب بالتساوي كل علبة دار فيها نفس الأقلام لدار في العلبة الأخرى أضع علامة فيه أمام العمليات المبينة لعدد الأقلام التي وضعها ياسين في كل علبات إذا هنا هنا هي العملية الصحيحة لكتبيل لنا عدد الأقلام لوضعها ياسين في العلب 32 في 4 32 زائد 4 32 ناقص 4 إذا العملية الصحيحة هي 32 مقصومة على أربعة لماذا؟ حيث هذه 32 هي ديال الأقلام وهذا الربعة ديال العلب إذا 32 ما نقسمها على أربعة تعطينا شحلم القالام دار أحمد في كل علبة إذا 32 مقصومة على أربعة هي 8 إذا ياسين فهذا الربعة ديال العلب كل علبة دار فيها 8 الأقلام إذا العملية الصحيحة هي هذه 32 مقصومة على أربعة 1824 كانت حافلة للركاب عند انطلاقها تقل 20 راكباً في المحطة الأولى نزل من الحافلة نصف عدد الركبين وفي المحطة الثانية نزل من الحافلة جميع الركاب وعددهم 40 راكباً كم راكباً صعد إلى الحافلة؟ في المحطة الأولى إذا لاحظوا معي حافلة الركاب من طلقات كان فيها 20 راكب في المحطة الأولى نزل من الحافلة نصف العدد الراكبين يعني 20 نصف وهو 10 وفي المحطة الثانية نزل من الحافلة جميع الركاب وعددهم 40 إذا نشحن واحد من المحطة الأولى أولاً هنشوفوا النصف هذه 20 راكب إذا هذه 20 نقسموها على جوج 20 نقسموها على جوج إذا هنا رقم واحد ناخدونا رقم واحد جوج فيه سافر إذا سافر فيه 2 سافر وندير عملية طلح سافر ناقص سافر سافر ناقص سافر سافر ناقص سافر إذا الخارج هو 10 والباقي سافر إذا 20 نقسموها على 2 كتساوي 10 إذا النصف هذا 20 الراكب هو 10 ديال الركاب هذا 40 راكب نقسموها هذا 10 ديال الركاب اللي بقوا من المحطة الأولى إذا 40 ناقص 10 ندير العملية ثاني إذا 40 ناقص 10 هاد العملية ستدرون مغيفة في الواسخ سافر ناقص سافر سافر أربعة ناقص واحد ثلاثة إذا هي 30 إذا هدا هو الجواب على 24 25 أنشئوا متلة متساوي الصاقين مستقيلا قياسه طوليه 5 سنتيمتر وقياسه عرضيه 3 سنتيمتر اذا اتمرين في سؤالين سؤال اول مطلوب منه رسمه مثلات متساوي الساقين اذا اولا الرسمه الطلع الاول في المثلات محددوش لنا قياس دياله رسمه طلع عصافي والان ناخدو البركار هنحطوه هنا في الرأس ديال الطلع وانديرو واحد القوس صغير هنخلوه البركار كمه هو في القياس دياله هنجو الرأس ديال الطلع الاخر وانديرو كدالك قوس هاد النقطة اللي كيلتاقوا فيها هاد القوسين هاد هي الرأس ديال المثلات ونكملو الرسم ديال المثلات ديالنا اذا هاد المثلات متساوي الساقين القياس اللي كاين هنا فضل هو اللي كاين فضل وطلع سؤال الثاني مستطيلا قياس طوليه خمسة سنتيمتر اذا ارسمو اولا طول ديال المستطيل اللي هو خمسة سنتيمتر هناخدوها بالمستارة هاي خمسة سنتيمتر وقياس عرضه ثلاثة سنتيمتر اذا اولا هنديرو بعد زاوية قائمة من هنا غادي نحسبوه من الرأس ديال هاد ديال هاد دل غا نحسبوه ثلاثة سنتيمتر هاي ثلاثة سنتيمتر اذا هاد اول عرض ديالو هنا خمسة سنتيمتر وهنا ثلاثة سنتيمتر وناخدو البرتار ناخدو القياس ديال هنا خمسة سنتيمتر اذا هنغنشل هنا ندير واحد القوس هكذا وناخدو هنا عوتاني ثلاثة سنتيمتر قياس ديال العرض نجعتني الى الرأس ديال الطل وندير هنا واحد القوس صغير اذا هاد النقطة اللي كيلتاقوا فيها القوسين ارسم الطلعين اللي بقوا ليه اذا هادا مستطيل قياسه طالي خمسة سنتيمتر وقياس العرض ديالو ثلاثة سنتيمتر نتأكدو هانتوما هاي خمسة سنتيمتر كذلك هنا وهنا هاي ثلاثة سنتيمتر تمرين ستو عشرين احسبو محيط المستطيل تسالي اذا طول ديال المستطيل هو ثمانية سنتيمتر والعرض ديالو هو خمسة سنتيمتر اذا القاعدة كتقولين بان المحيط اللي هو بي تساوي طول زائد العرض في اثنان هذه القاعدة احنا نعوضوا هاد الحرف بالارقام اذا طول اللي هو ثمانية سنتيمتر زائد العرض اللي هو خمسة سنتيمتر مضرب في اثنين كتساوي اذا هاد ثمانية زائد خمسة هي تلتاش مضربة في اثنان كتساوي ستاوي عشرين اذا المحيط ديال المستطيل هو ستاوي عشرين سنتيمتر تمنين سبا عشرين هنشيو دائرة مركزوها ا وتمرو بالنقطة ب اذا المطلوب منها رسمو دائرة هذا هو المركز ديال هو ا وقتمرو بالنقطة ب اذا باش خدموها بيكار اذا غنناخدو هنحطو البيكار في الرأس ديال النقطة ا اللي هو مركز الدائرة وغنناخدو هنا يلقي يصل ب باش باش الدائرة تمر من النقطة ب وغنرسم الدائرة ديالنا عفوا ما خدش البركار يتحرق من النقطة ا اللي هي المركز ديال الدائرة اذا هذي الدائرة ديالنا مركزوها هو ا وتمرو من النقطة ب اذا الى هنا وصنا نهاية الفيديو كان هذا جزء الثالث والاخير في تقوم تشخيصي في الموفيد في الرياضيات مستوى الرابع اعتدائي صفحة صفحة تسعود لا تنساوش تدروا لايك الفيديو وتشاركوا في القناة دمتم في رعاية الله موسيقى موسيقى موسيقى